السيدات والسادة مساء الخير في مثل هذا اليوم منذ تسعة عوام كان المصريون على موعد مع تاريخ جديد لوطنهم كان يوم 30 يونيو حصات حركة شعبية كبرى انتشرت في كل مجان ضد جماعة عنصرية أرادت تمسي الهوية وصرقت التاريخ والثقافة المصرية وكعادة المصريين في الأوقات الحارجة وفي الأوقات الفاصلة جاءت انتفاضة المثقفين والفنانين المصريين يوم 5 يونيو عام 2013 لتتوحد بعدها إرادة الملايين دفاعا عن ثقافة مصر وعن هويتها في وجه التطرف والتخلف خرج المبدعون كتابا ومفكرين وفنانين رفضا لأخوانة روح مصر وتسليم عقلها لقوى الظلام وعندما جاء الإخوان بوزير للثقافة من جماعتهم كانت أولى قراراته أخوانة هيئة الكتاب وإقالة رئيسها ثم إزلام دار الأوبرا وإقالة رئيستها حينها لم يسكت مبدع مصر شكلوا جبهة للدفاع عن الثقافة المصرية ونظموا اعتصاما تاريخيا لم يفدوه إلا يوم رحيل الكابوس في 30 يونيو لم يفهم الإخوان أن مصر أكبر من الجماعة وأن أقدم حضارة إنسانية لا يمكن أن تحكمها الفاشية حديثنا اليوم عن المثقفين وانتفاضاتهم التاريخية الشرارة الأولى لثورة 30 يونيو أهلا بكم